وبالعودة للمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي مع نظير الفلسطيني ينضم إلينا الآن من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة إبراهيم عزة مراسل أكستر نيوز إبراهيم بعد التحية إليك الكلمة وتفاصيل هذا اللقاء وهذا المؤتمر الصحفي بشكل أكثر تفصيلاً تابعنا وذكرنا عدد من النقاط التي طرحت فيه لكن بتأكيد لديك المزيد شكراً جزيلاً لك دعاء إذن انتهى قبل دقائق معدودة المؤتمر الصحفي الذي تبعناها على الهواء مباشرةً والذي جمع رئيسي مجلسي وزراء البلدين مصر وغزة على هامش المباحثات الثنائية التي جمعت هما صباح هذا اليوم من هنا من مقر الحكومة بمجلس الوزراء هنا في العاصمة الإدارية الجديدة وفي مستهل حديث دولة رئيس الدكتور مصطفى مدبولي تحدث أنها أول مباحثات رسمية يتم إجراؤها داخل هذا المقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة كدلالة لربما عمق العلاقات التي تجمع الشعبين والقيادتين المصرية والفلسطينية تحديداً بحلول العاشرة من صباح هذا اليوم بدأت هذه المباحثات واستمرت لبضع دقائق وبعد ذلك كان هناك عدد من بروتوكولات التعاون تحديداً فيما يخص مجال التعليم العالي فيما يخص الصحة والزراعة تم توقيع عدد من هذه البروتوكولات هنا في مقر مجلس الوزراء هنا في العاصمة الإدارية الجديدة بعدها تحدث الترفان لوسائل الإعلام المصرية والفلسطينية حول مجمل مجاء في هذه المباحثات الثنائية التي جمعت الدكتور مصطفى مدبولي والسيد محمد إشتية في هذه الزيارة سنبدأ بالتصريحات التي ربما خرجت عن سيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في كلمتها التي قال هنا تحديداً أن الدور المصري مستمر وهو واضح بالتأكيد وداعم للقضية الفلسطينية خلال الفترة الحالية تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضاً نتحدث عن التزام مصر الدعم في هذا الشأن بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ونتحدث أيضاً فيما يخص تبادل التجاري ما بين البلدين يعني جاء إلى هنا سيد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بصحبة تسع حقائب وزرية من الحكومة الفلسطينية شهدوا بالأمس عدد من اللقاءات المشتركة مع الوزراء المصريين تحدثوا أيضاً فيما يخص تبادل التبادل التجاري وأيضاً تبادل العلاقات فيما في كل ملف على حدها بالأمس كان هناك ربما وزيرة الصحة مع نظيرها المصري هنا في القاهرة لبحث مجمل العلاقات في الملف الصحي وأيضاً تحدث على الجانب الآخر فيما يخص السيد محمد إشتيه رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني حول زيارته التي جاءت بناء على دعوة رسمية من أخيه الدكتور مصفى مدبولي هكذا كما ذكر في المؤتمر الصحفي وهذا هو اللقاء الثاني للجنة العلية المشتركة المصرية الفلسطينية كانت قد اجتمعت في أكتوبر من عام 2019 واليوم تجتمع من جديد هنا في القاهرة لبحث العلاقات وأيضاً للتأكيد على الدور المصري خلال هذه الفترة تحديداً التي ربما تشهد اضطرابات فيما يخص المنطقة وأيضاً الأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون ربما من الحين والآخر تحديداً مقارنة عنها عن الفترات الماضية أكد الدكتور مصفى مدبولي أن مصر ستكون داعمة وحاضنة للفلسطينيين والأشقاء الفلسطينيين في هذا الشأن نتحدث أيضاً رئيس الوزراء الفلسطيني حول زيارتها الرسمية بالأمس كان هناك عدد من الزيارات التي تطرق إليها سريعاً وبقرها قابل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر وعلى الجانب الآخر أيضاً تقابل مع قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة الماركوسية فضلاً عن اللقاء الذي جمعه مع الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة في هذه الزيارة بالأمس تحديداً إذن بصورة عامة تحدث الطرفان عن عمك هذه العلاقات وأكد أنها ربما ستشهد مزيداً من الدعم خلال الفترة القادمة واختتم رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني حديثه هنا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتوجيه الدعوة لأخيه الدكتور مصطفى مدبولي لزيارة الأشقاء خلال الفترة القادمة من العاصمة الإدارية الجديدة إبراهيم عزات مرسل أكسترا نيوز جزيلة شكراً لك